لا يعني شهيد انه شهيد جرائم بعث اي نعم فهنا التزوير ادري هذا ما امر على مالية ما امر على لجنة اسمه هو ليش يعني هو بالهذا ماكو دمج بين الراتبين بي مؤسس شو هذا لا هو الدمج بين الراتبين مو للشهيد الشهيد بعد راتب اقصد ذوي ايه ذوي يحق لهم ابن الشهيد مثلا ابن الشهيد اليوم موظف في وزارة من وزارة الدولة هذا ياخذ راتبه كموظف وياخذ جزء من راتب والده شهيد استحقاق والده وليمدة معينة 25 سنة بعثها ينقطع النموذج مؤلاء الابنية الي جتي اخبرت على ابوها انه هو ابوها موظف ويستدمي مراتب شهيد من زمان اش قدعدنا منه لا قليل قليل من هيش نوعية قليل قليل باحتبار انه هو العدد قليل يعني عدد الشهداء جرائم البعث هو 55 ألف صح ومنذ عام 2007 لحد عام 2021 الان هو يعني مستمر هذا الملف تدقيق وكلام وشي فالرضت كثير من الملفات واكو ملفات بالمقابل اكو ملفات الرضت يعني ظلم بيه يعني مثلا هو واحد يجي يقدم شهيد 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 يعني شهيد ومعروف انه هو شهيد بس اللجان ترفضه اللجان الموجودة فيه ايه مو ماكو فزاد بالموضوع لازم يردوه يطيه حتى يعبر اللجنة لا لا هو ماعقبية نفس القصة انه حتى مشيك شهيد لازم تعطي فلوس ماعرف يعني بس انا اتصير باللجان انا يعني طلعت طلعت على ملفات فيها ظلم كبير وبالتالي انا الان وقفت يعني عمل بعض اللجان وقفته كنت لهم اكو ظلم بالموضوع جميل وفعلا تجيني شكاوة يعني من كل المحافظات يجوني شكون بانه احنا يعني مثلا على سمثال اجتنا مريقة بالارب احتيان من الناصرية طيب من الناصرية ومرأة بعد من امهاتنا قالت انا اولادي شهداء بالسبعة واثمانية مين اولادي بالناصرية هربوا من الخدمة العسكرية هربوا ما خدمة العسكرية ايجا الزرقة ما يعرفون الزرقة احنا نعرفها الزرقة بعد كانت يعني مفرزة مشتركة بين البعثيين والجيش الشعبي والامين وكذا يطلعون زرقة مشتركة للقرى والاريال فاي واحد يجبون تعالب تشنو يشوفونا مهاري من الخدمة قالت اخذوهم اثنينهم سيارة واحدة كانت وراه السقوط انا جئت قدمت واحد حسبوه واحد ما حسبوه واحد حسبوه شهيد صادقة وعليه ما شاء الله والثاني ما حسبوه ما صادقة وعليه زين قالت ليش هذا حسبوه وذاك ما حسبوه وبنفس السيارة شاهدو وبنفس السيارة فاكو ظلم يعني اكو ظلم من قبل لجان الموجودة في مؤسسة الشهداء ايضا اكو ظلم انه حسبو ناس شهداء جميل انا عندي ملفات في هاي ويا جنابك وارجع لقضية البرلمان حسب معلوماتي تعرفاني قريب جدا من المشهد والعملية السياسية الرقم المقدر للمغيبين اللي صوتها وعليه في موازنة 21 حسب معلوماتي 29 30 ألف اللي مروا سابقا بالتدقيق الأمني من كانت مشروطة بالتدقيق الأمني ثم قال الحلبوسي راح تمر وذا مرت شنو اجراء المؤسسة احنا اجراءاتنا بصراحة اجراءات قانونية نستند على القانون وعلى اللجان الموجودة اللي قاعد تشتغل بالوقت الحاضر وانا اتصور بانه هي كلمة المغيبين لم تذكر في الموازنة ابدلت الى كلمة مفقودين اي المفقودين مفقودين المفقودين موجودة بالقانون المفقودين موجودة بقانون 57 لسنة 2015 قانون تعوض المتضررين هو انه المفقود او المخطوب هذا يعامل معاملة الشهيد ومن حق عائلته تجي تقدم الى مؤسسة الشهداء لتستلم راتب تقاعدي فقط لعليش ضمنوها بالموازنة هاي ها شرحتها يا انا بالتفصيل الهم وقلت لهم يا با كلمة المفقودين دولة المغيبين اللي انتم تعرفوهم حنا ما نعرفهم دولة مغيبين ممكن انه ينشملون كلمة مفقودين او مو تقولون ممخطوفين مخطوفين فهم صار اصرار على ضابط هذه الكلمة مفقودين ما صار توافق عليها حنياتي مخطوفين